عدد القضايا المحكومة من قبل مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس برسم سنة 2023 بلغ أزيد من 206 ألاف قضية، أي بنسبة 103.89% من مجموع الملفات المقدمة أمام هذه المحكمة. هذا ما أفاده محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2024، الذي جرى بحضور عمال صاحب الجلالة على عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران. وتتوزع القضايا على 139.967 قضية جنائية و66.719 قضية مدنية. كانت نسبة تصفية القضايا المسجلة تقريبا 103.103% وهذه نسبة جد مشرفة. نحن أيضا في القضاء منخارطين بكل جدية لتنفيذ مخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الذي دخل سنته الرابعة. خلال سنة 2023، وبمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس، تم تسجيل ما مجمعه 199.813 قضية، بحيث بلغ المعدل الشهري للقضايا المسجلة أزيد من 16 ألف قضية. هذا ويأتي افتتاح السنة القضائية في وقت يتواصل فيه تنفيذ الاستراتيجية المرحلية 2021-2026 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إرساء قضاء فعال وشفاف وسهل الولوج.